اشتركوا في القناة ارسلان من المعروف انه درزي الاصل ولكنه من الواضح انه فارق ملة قومه والدلائل على ذلك كثيرة منها زيارته الى الحج التي دونها وطبعت لاحقا بعنوان الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج الى اقدس مطاف وكذا استدلاله الكثير بالاحاذيذ في هذه الرسالة المراد الكلام عنها وكان شكيم ارسلان يحمل هم امة فعلا ولكنه لم يكن كالمثقفين المتخمين الذين يتلقون مصائب الامة ويترجمونها ببيانات باردة بل كان يتنقل بين البلدان ويسعى ويقف بنفسه ويجمع التبرعات ويدعم المناظلين ويذهب الى دول الغرب مرافعا عن الامة العربية فلذلك حق ان يقال انه صاحب هم من فعلا اصل هذا الكتاب هو جواب على رسالة وردته من شخص اظنه من احد جنوب اسيا مستفسرا عن قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فان كانت العزة للمؤمنين فلماذا المسلمون الان يعيشون في انحطاط فلا عزة لهم ولا هم يحزنون فاين العزة الموعودة على ارض الواقع وكذا هل يمكن ان يتقدم المسلمون كما تقدم غيرهم مع الاستمساك بدينهم فانبرى له شكيب ارسلان يسود جوابا جاوز المئة صفحة والجميل في شكيب ارسلان امرين الاول انه شخص متحرك مع الاحداث ساهم في بعضها فبعض الايرادات تصلح ان تكون شهادة تاريخية والامر الاخر انه شخص مثقف ومطلع اطلاعا واسعا فعندما يورد الشيء يحاول غالبا ان يثبت مصدره وهذه قضية مهمة فالغرب لا ينتطح كبشان انه معادل لنا ولنهضتنا فانت يجب عليك ان تكشف حقيقة هذا العداء المبطن من قبل هؤلاء للامة وبمراجعه ومصادره الاصلية وذلك لانه ابتلين ببعض الدعاة وبعض الشخصيات وهي تنسب مصادر واقوال لهؤلاء الغربيين وهي غير صحيحة حتى يظهروهم على حقيقتهم للناس وعندما يكتشف الناس انها كذب وانها تلفيق تضعف مصداقيتهم في اعين الناس وتزيد فتنة العدو المزخرف لعدائه فالكتاب كما قيل يساهم في معرفة ما هو رائج انذاك في الثلاثينات من القرن العشرين يعني من الامور التي ذكرها ووقف عليها بنفسه هو الدعم المصري للحجاز فكانت تلك الدول في تلك الحقبة تدعم تلك الدول التي اصبحت غنية جدا في وقت لاحق وكذا عصى فرنسا الغليظة التي كانت تصنف الناس انهم معادون لفرنسا ان انتقدوها او انتقدوا احتلالها للدول العربية وسياستها في تنصير البربر وهذه قضية بدات اطنب ارسلان في الكلام عنها فهذا المصطلح اشبه بمصطلح الارهاب في زماننا هذا كل شخص يعادي سلوك هذه الدول في احتلال الدول الاسلامية وسياستها يصنف على انه ارهابي الشاهد ان شكيب ارسلان يرى ان سبب عدم تقدم المسلمين وتأخرهم هو هزيمتهم النفسية انذاك امام كل ما هو غربي وانهم اعتقدوا ان المسلم لا يصلح لشيء وانه مهما حاول المسلمون فالنهاية ان الغربي هو من سوف يربح فتكلم ان لا نهضة حقيقة وهذه النفسية موجودة فهي الاصل المانع من كل تقدم وتطور في حقل من حقول العلم وضرب امثلة لتضحية الغربيين وبدلهم الغالي والنفيس من اجل التقدم والاستمرار حتى بعد الفشل مرات ومرات الى ان وصلوا الى ما وصلوا اليه واحجام المسلمين وركونهم وتقاعسهم ثم يتساءل البعض ببلاها بعد هذا كله لماذا نحن متأخرين فكأنه يريد ان يتقدم دون تضحية ويخالف بسبب السنن والنواميس الكونية لمجرد انه مسلم وتكلم عن قضية كانت شائعة انذاك وبالاخص في معقل الخلافة تركيا وهي ان الاسلام هو سبب تخلفنا فلو تحررنا منه نتقدم كما تقدم الاوروبيون فربطوا التقدم والتأخر بالدين فهنا شكيم ارسلان ضرب انثلة واقعية جدا تثبت خطأ هذا الاستنتاج ورغم انها واقعية ومعاشة وحصلت وتحصل في زمن كتابة المؤلف كتابه هذا الا انه كما قال الشافعي وعين الرضا عن كل عيب كليلة فالاوروبيون وكذا اليابانيون لم يتخلوا عن الدين بالكلية وهذه الجزئية فيما اظن سوف تصحح الاطلاق الخاطئ عندما يقال ان اوروبا تحللت من النصرانية وكأنه تحللت بالكلية وانما استمرت تدعم هذا الدين وتحاول نشره في مستعمراتها حتى بعد عصور النهضة ثم تقلم شكيم ارسلان عن صنفينهم من عوامل التأخر الجاحد والجامد الاول هو الذي يريد ان يحذف كل ما سبق من حضارتنا الاسلامية والجامد هو الذي لا يريد التغيير والحفاظ على القديم مهما كان الجديد نافعا لعموم الامة وهو الذي يحصر العلم على العلوم الدينية ويرفض وربما يحرم بقية العلوم مثل الطب والكيمياء والهندسة والعلوم الطبيعية الاخرى وانا اظن ان مشكلة المسلمين الان ليست مشكلة المسلمين في بداية القرن العشرين هذه العقدة تجاوزها المسلمون وهي انهم لا يصلحون لشيء ولكن القضية في نظري قضية امكانات وقضية ان الاخر لن يسمح لك ان تنافسه وكلما حاولت ان تقف على قدميك كسرها لك فبعض الدول تم غزوها لان لديها اسلحة متطورة وبعض الدول حصرت لانها صنعت قنبولة نووية وبعض الدول تم فرض العقوبات عليها لانها تسعى لمشروع نووي ناهيك عن التدخل الغير مباشر في دعم خصومك في الداخل وعمل الانقلابات ونحو ذلك فالغرب يريد رؤساء لا يفكرون بأي نهضة تنافس فيها الدول العربية اوروبا ويريدون حكام جل ميزانية الدولة على نزواتهم ومصاريفهم الخاصة لا على البحث العلمي والتطوير ودعم الباحثين فالازمة في نظري تطورت شيئا ما فالكتاب يصلح للمنسحقين نفسيا او الذين يريدون نصرا بلا خج فالكتاب استمتعت بقراءته وانصح به